للعام الثالث على التوالي يعني منشستر سيتي بيحقق لقب الدوري الإنجليزي عموما ألف وبروك للسيتي وهارد لك لأرسنال عمل مسم بصراحة رائع جدا ومائز جدا ولكن جيب في اللحظات الأخيرة يعني ما كانش عنده منفص الطويلة عشان يفوز بالبريمير ليج الدوري الإنجليزي طيب مباريات اليوم نهاردة بداية مباريات الجولة التسعة وعشرين للدوري العام وفيه مبارتين الساعة سبعة الإسماعيل على السادة الإسماعيلية صديف فريق حرس الحدود والساعة تسعة ونص غزل المحلة على ملعب المحلة بيصديف بيرامدز نروح لمباراة الدوري الإنجليزي وفي هذه اللحظات في مباراة ما بين وستهام يونيتد مع ليبز يونيتد والتعادل الإيجابي واحد واحد أيضا في نفس التوقيت برايتون متقدم على ساوس هامبتون بنتيجة 2-0 الساعة ستة هي مباراة ديربي ومباراة قوية ما بين السيتي وتشيلسي ولكنها مباراة تفلية للسيتي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي بعد اخسارة أرسنال بالأمس المباراة دي النهاردة الساعة ستة بين السيتي وتشيلسي الدوري الأسباني ومباراة رايو فاليكانو مع إسبانيول وإسبانيول فاز 2-1 خمسة وربع تلتكو مدريد بيصديف أساسونا سبعة ونص فالينسيا بيصديف ريال مدريد ساعة العشرة من مساء اليوم شبيلية بيصديف ريال بيتيس الدوري الإيطالي وانتهت مباراة ليتشي واسبيزيا بالتعادل السلبي 0-0 في هذه اللحظات في مباراة أيضا ما بين تورينو وفرونتينا التعادل السلبي بين كلا الفريقين ساعة السابعة من مساء اليوم أيضا نابولي بيصديف إنتر ميلا والساعة العشرة إلى ربع أدنيزي بيصديف لاتسيو الإيطالي دي مجموعة من مباراة اليوم جولة فيها مباراة ممتعة ما بين الإنجليزي والأسباني والإيطالي والدوري المحلي الدوري المصري اللي كنانا ننتظر بالتأكيد يوم السلساء القادم عودة الأهل للدوري من جديد بعد فترة طويلة جدا من انشغاله بالبطولة الإفريقية فاصل